اشتركوا في القناة والصحة العامة والوبائيات في جامعة النجاح الوطنية وعدو لجنة طوارئ في مواجهة أزمة كورونا دكتور عبدالسلام الخيات لحتى نعايد عليه وفي ظل ممكن استمرار العمل لفترة طويلة منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظات وما زالت الجهود متواصلة في سبيل مواجهة أزمة كورونا يسعد أوقاتك دكتور عبدالسلام وعيد أضحى مبارك إن شاء الله إن شاء الله جميعا بخير وبصحة وسلامة جميع مصابي فيروس كورونا يعني دكتور عبدالسلام إحنا اليوم من بعد معايدتنا حابين ناخد منك باختصار عن الأوضاع منذ بداية أزمة كورونا وحتى هذه اللحظات نبذة قصيرة تطمئن ممكن المواطنين حول الإجراءات المتبعة والسيطرة على الوضع الحالي في فلسطين يعني حيب لا شك إنه منذ بداية الأزمة في شهر ثالث في أتفاقهم وطرعة كثيرة عالية بالنسبة لعدد الإصابات وطريعتها طبعا خاصة في فترة آخر شهر ونص أو شهرين هذا بصراحة يعني أدى كل ذلك إلى في كثير من الجهود الذي تم التعاون بين مؤسسات السلطة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والطبية بشتى أطيافها لاحتواء الأزمة والاستجابة لها يعني نتمنى أن نكون في الوقت الأخير للموضوع مع أنه أنا مش كثير متوقع ونتوقعي نزياد في الحالات بعد العيد نتأمل أنه يكون هذه التوقعات خاطئة ونتمنى من الجميع أنه يستمتعوا بقدر الإمكانية في عيدهم وبطرق وقائية خلينا نقول يعني نعم دكتور عبد السلام شكرا لإلك على هذا التوضيح لكن كنا بالفترة السابقة أو الماضية بعيد الفطر السعيد وبالتالي كنا بمشهد وبإصابات معينة وبظروف معينة وبالتالي هل هذا المشهد بالنسبة لعيد الأضحى المبارك مشابه أو سيكون مشابه خلال الأيام القادمة أم الوضع مختلف ممكن نوعا ما يعني أنا لا أعتقد أنه يكون مختلف ممكن يكون مختلف أنه فترة قبل العيد الصغيرة أو عيد الفطر كانت عداد الإصابات أقل كانت الأمور أقل دراوة بالنسبة للفيروس والمرض لكن زي ما الكل بعرف أنه بهذا العيد قبل فترة هذا العيد فيه لنا حوالي فترة أسبوعين مئات الإصابات المكتشفة يوميا لا أتوقع أنه يصير تغيير سريع بالنسبة لهذا الحقيق بعد العيد بتأمل أنه الأزمة اللي صارت في الأسواق والأزمة اللي رح تحصل خلال فترة العيد ما يكون لها تأثير سلبي على الموضوع وعشان هيك برد وبكرر وبأكد على ضرورة أخذ أساليب الوقاية خلال فترة العيد إحنا أكيد دكتور عبد السلام الخياط من أمل أنه يكون فيه هناك التزام وفيه هناك وعي من قبل المواطنين بالمتابعة وبصراحة أخذ العادة على كل إجراءات الوقاية والسلامة الصحية من أجل مواجهة أزمة كورونا دكتور عبد السلام أكيد جهودكم مشكورة المبدولة من بذ بداية الأزمة ومزالت متواصلة الشكر موصول لكل العاملين والتواقم الطبية العاملة اليوم حبينا نعيد عليك وكونك ممثل عن مجموعة كبيرة من التواقم الطبية كل عام وانت بألف خير ويعطيكم ألف عافية وانت بألف خير وانت بألف خير إن شاء الله يعني كنا وإياكم بهذه المعايدة على الدكتور عبد السلام الخياط رئيس قسم الصحة العامة والوبائيات في جامعة النجاح الوطنية وأيضا عدو لجنة الطوارئ في مواجهة أزمة كورونا بالتأكيد كل التحية لتواقمنا الطبية العاملة والتي ما زالت متواصلة في المراكز الصحية وبعيدة عن الأهل وبعيدة عن الأجواء العادية التي اعتادت عليها كحيات